بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله كانت مننا يلقيكم هدلا فيديو بألف خير وصحة وعافية وأحوال طيبة بإذن الله ومرحبا بكم معي من جديد فيديو جديد ووصفة جديدة وصفتنا دياليوم كما تتشوفوه يا روتين ديال طلبية ديال كيكات بضوق الكراميل غادي نشارك معاكم شعلم الحبة خرجتلي كذلك تمن البيع للحبة الواحدة معليكم غير تتبعوا الفيديو من الأول حتى الآخر وبغي تنقدم كلمة شكر للأخوات الجزائريات شكرا لكم على التعليق ديالكم وعلى التتبع ديالكم القناة ديالي وكذلك أخواتي المغربيات وقاع الدول التي تتبعوني ألف ألف شكر أخواتي وما تنسونيش من تعليق ديالكم الزوينة واللايك لفيديو فضلا وليس أمرا وده بغادي ندوز على بركة الله المقادير وطريقة تحضير بسم الله وعلى بركة الله سنحتاجون في المقادير كأس ديال الزيت المائدة كأس ديال السقار كأس ديال الحليب كأس ديال الشاي أو العنب المغريبي كذلك سنحتاجون جوج ديال البيضات يكون الحجم ديالهم متوسط ويكونوا بدرجة كذلك حرارة المطبخ أو الغرفة سنحتاجون ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيلا جوج ديال الكؤوس ديال الدقيق الأبيض النوعية جيدة الخاصة بالحلويات مع 10 جرام ديال الخامير الخاصة بالحلويات سنحتاجون 1 ملعقة كبيرة تكون عامرة ديال الكراميل لكن عندكم صنع منزلتي يكون اقتصادية أكتر لكن عندكم جاهز اللي عندكم ستعملوه سناخذ 1 لوبول وضع فيها قبيصة ديال الملح باش نوازنو أو نعادلو الضوء سنضيف عليهم عفوا داك جوج ديال البيضات مع داك الكأس من السكر حبيبات مع الفانيلا وغادي نختم هاد المقادير جيدا حتي يتجنسوا مع بعضياتهم وحتى يضاعف الحجم ديال الخالط ويتبدل اللون ديال البيضات وما يمشته سنضيف كذلك لبنات هاد الزيت بيتتدرج هاد الكأس ديال الزيت شوية بشوية بالنسبة للوزن ديال الكأس بالنسبة للنواشف 110 حتى 120 جرام بالنسبة للسوائل 150 ميليليتر غادي نضيف كذلك هاد الحليب عليهم شوية بشوية لا افوا على هاد الخالط شوية بشوية حتي تجنسوا مع بعضياتهم بالاضافة الى ملعقة كبيرة من الكرامل وغادي نبدأ ونضيف النواشف ضروري خسنا نغربلوهم باش يجيون للكيكات ليننا اسفنجيين ومهويين غادي نضيف تلك الخاميرة الخاصة بالحلويات وغادي نضيف الدقيق بالتدرج غادي نضيف الكأس الاول وغادي نخلط وغادي نضيف كذلك الكأس الثاني هاد المقادير مضبوطة يلبنات غايت تبعو الفيديو من الاول الى التالي را غادي نشحو معاكم هاد الكيكات مئة بالمئة وغادي ناخد القوالب الفردية انتو ما غادي تشوفوا البنات قداش حطيتهم في السطح دي ليد ديالي باش شوفوا الحجم ديال القوالب تقريبا سبعة دية سنتيمتر ارتفاع ديالهم هاد سيداء باغيا كيكات في قوالب فردية صغيرين من بعد ما دهنتم جيدا بالزبدة وغبرتم بالدقيقة هانتو ما شوفوا البنات الخليط كدير عندنا خليط مخصوش يكون خفيف بزاف ومخصوش يكون تقيل غادي نعمر القوالب ديالي بشكل متساوي ضروري تخلي والفارغ لانهم غادي نتفخننا داخل الفرن غادي نعمرهم بشكل متساوي وبالنسبة العدد ديال الكيكات اللي اعطاني هاد الخليط 30 حبة دابا غادي ندخلهم الفرن اللي ديجا مسخن على 180 درجة حرارة غادي ندخلهم البنات ما غاديش نشعل نهائيا المرواحة منين غادي نخلي مني غادي نشوفهم بداوي ينتفخوا بداوي طيبوننا من الجواني بعاد غادي نشعل المرواحة باش ياخدوا داك اللون موحد وداك اللون الدهابي وهالكيكات البنات من بعد ما خرجتهم الفرن فعلا تيجيه وروعة شوفوا البنات غايت تبعو لها فيديو را غادي نجحو معاكم وبنسبة الاخوات اللي تيصغبو لي قومون غاي زعمو بداو تديروا الطالبيات من منزل ديالكم وفي هاد الاثناء الكيكات اللي خليتهم يبردوا تماما غادي نحو دا لبنات الكوك او جوز لهند تقريبا عندي واحد تمانين جرام ديال الكوك يستحسن تكون نوعية جيدة غادي نوضعو في واحد المقيلة ونوضعو على نار متوسطة حتي تحمر كم ماشته وغادي نحيي الكيكات ديالي من بعد ما بردوا تماما من القواليب بكل سهولة كم ماشته غادي نحو دهنو القواليب جيدا بالزبدة وبروهم بالدقيق تقدرو هاد المقادير اللي اعطتكم لبنات تصغبوه كيك عائلي فقالب عائلي دابا غادي ناخد لبنات داك سوس كاراميل وغادي ندهن داك الجوانب بهالطريقة هادي تحاولو تدهنو الجوانب مزيان وتلبسوهم بداك الكوك او جوز لهند من الجوانب كماشتهو بشي يجيو مقادين ومفينيين لبنات ومن بعد ما بردوا تماما هاد الكيكات ومن بعد ما دهنتهم جيدا بالكاراميل وفنتهم في الكوك او جوز لهند لان الكوك او جوز لهند يتوتبوا حد شكل رائع لبنات مع الكاراميل بالنسبة للكريمة اللي غادي نوضعها في الواسط غادي نحتاج مياتين وخمسين ميلي لتر من الكريمة السائلة تكون نوعية جيدة هادي رافيها السكار البنات لما كانش فيها السكار ضيفوا ليها السكار غادي نطلحها ولا غادي نطربها نصف طلعة ومن بعد غادي نضيف لها داك الملعقة كبيرة ديال الكاراميل تزعطيها مضاقة رائع لهاد الكريمة غادي نضيفها ومرة اخرى غادي نطرب هاد الكريمة حتى تطلع لي تماما دابا غادي ناخد واحد الجيب حلواني او قمع اللي عندك مصفر ووضعت فيه واحد لادوي وغادي نعمره بالكريمة ديالي وغادي نشكل دي غوزاس بها الطريقة ضرورة بنات الكيكا تخصوم يكونوا باردي لان لما كانوا باردين الكريمة ديالي لكم غادي تنزل وما غاديش يبقى داك البوشا جباين ديال الكريمة ما غاديش يجي للمنظر زوين ومتول بالنسبة لبنسبة الكيكات را تقدروا تحصاب ضوبيهم في تلاجة حتى المدة ديال تلتيام را ما تيطرى لهم حتى شي حاجة بالنسبة لي انا بشي يجيني العمل سهل خدمت الكيكات في النهار وحتى بغيت تبغى تسيدة ديال طلبية ديال طلبية ديال عفوا عاد وضعت الكريمة في الوسط ديالهم وغادي نزينهم كذلك بالفصوص ديال الجوزة او القرقع بعد ما غادي ندهنهم بالناباش باش يعطي واحد اللمعة ومنظر زوين لهذه الكيكات لبنات هادي النتيجة النهائية ديال الكيكات من بعد ما وضعتهم في الكويغتات وغادي نقدمهم السيدة في هاد البلاطوية لان السيدة قريبة لي محتاجيش نهائيا نوضعهم في هادا فكراتنا الخاصين بالنبالاج بالنسبة لثمن ديال البيع ديال هاد الكيكات هادو اربعة درهم حتى الخمسة درهم على حساب المدينة اللي متواجدين فيها اوه هادا هو النتيجة النهائية ديال الكيكات انا خطيت واحد الوحيدة باش ضروري نفتح لكم الداخل وتشوفوك تجي فعلا تيجي وتي دوب في الفم كراميل مع داك الكوكا او جاوز له انت اعطاهم مدق مميز وإلى اللقاء في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته